اشتركوا في القناة فاعد رجالة اضغطوا لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ شرح اول فيديوهات الترم التاني لصف السالس الاعدادي وهنبدأ ان شاء الله بجرامر الخاص بيونت سيفن اللي هو قواعد الوحدة السبعة اللي هي صيغة المبني للمجهول في زمنين اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط اللي هي بنسميها صيغة البسيط الاول قبل ما نبدأ نعرف في ثر مبين حاجتين اتنين حاجة اسمها صيغة المبني للمعلوم دي بنسمها active يعني ايه مبني المعلوم؟ يعني جملة تبدأ بفاعل الصيغة التانية بتاعتنا بقى حاجة اسمها صيغة المبني للمجهول بنسميها البسيط يعني ايه بقى صيغة بسيط دايما الجملة هنلاقيها تبدأ بالمفعول اللي هو بنسميه نائب الفاعل يبقى كده في عندي كم شكل؟ اتنين حاجة اسمها ها شطار اكتف اكتف ديت يعني جملة مبني للمعلوم صح طب جملة المبني المعلوم ديت هتبدأ بالنسبة لنا بايه ها سمح حد شاطر بيقول لي بالفاعل طب صغة المبني المجهول هتبدأ بمين ها بالمفعول ده الفرق الاولاني اللي انا اعرفه ان في حاجة اسمها اكتف وحاجة اسمها باسف طب نروح بقى للزمن الاول معنا اللي هو المضارع البسيط قبل ما نبدأ نشوف يعني ايه بقى اكتف ويعني ايه باسف في الزمن دوت لازم نراجع الاول على المضارع البسيط وده كنا اخدنا في الترم الاولين المضارع البسيط بالنسبة لنا قال المضارع البسيط عبارة عن المصدر اللي هو الفعل بدون اي اضافات ده امتى لو كان الفعل اي او وي او يو او زي او اسم ايه جمع يبقى لو اي او وي او يو او زي او اسم جمع في الجملة العادية هجيب مصدر بدون اي اضافات طب اللي يتكون من المصدر والمصدر ده بحط له اس او اس او اي اس لو كان الفاعل او اسم ايه مفرد يبقى كده شكل المضارع العادي كم شكل اتنين مصدر من غير اضافات ومصدر اخره ايه طب نشوف مثال الفاعل هنا مين فاجبنا معاك كلمة فاعل من غير اضافات طبعا الجملة هنا بدأ بفاعل يبقى دي بنسميها ليه هنا حطينا للفاعل اس عشان الفاعل مين الفاعل هي طب كنا اخدنا في حالة نفي المضارع باستخدم حاجتين يا اما كلمة don't يا اما كلمة doesn't حد فاكر اوات شاطر بيقول لي اه احنا اخدنا دايما don't و doesn't بجيب بعضهم مصدر بدون اي اضافات طب لو قلت we don't speak english she doesn't cook meat هنا كلمة don't هي جيبنا بعدها مصدر بدون اضافات اللي هو كلمة speak هنا كلمة doesn't جيبنا بعدها برضو مصدر بدون اضافات اللي هي كلمة cook يبقى مع don't و doesn't بدون اي اضافات طب خدنا كمان في حالة السؤال بمعنى هل الاجابة هتكون يا اما بيس يا اما بنو و قلنا السؤال هيبدأ بdo او does وبعدها فاعل وبرضو اهم حاجة مع do و does بجيب مصدر بدون اي اضافات لو قلت do you eat fish يبقى yes i eat fish طبعا لما نيجي نجاوب بقى بيس بنشطه بكلمة do ونحط التكملة طب no i don't eat fish لما نقول does he eat fish حد الوقت يقول لي ايه خلي بالك انت نسيت هنا الاس مش الفاعل عندك هنا كلمة he لأ حدت انا هيرد عليه يقول له لأ ده انا عندي مين does طالما فيه كلمة does يبقى هجيب مصدر بدون اي اضافات شطار yes he eats fish no he doesn't eat fish طب كنا خدنا السؤال بكلمة استفهام او اداة استفهام بنبدأ بي اداة استفهام او كلمة استفهام وبعدها do او does وبعدها فاعل ثم برضو مصدر بدون اي اضافات ليه هنا مصدر بدون اي اضافات عشان وجود do او من او does لما نقول where do you come from يا ترى انت جاي منين لما نجي نجاوب بنسطب كلمة where would do I come from Egypt طب نفس السؤال بس مع does لقولت where does he come from ونشوف الفرق بنسطب where وdoes فاكرين لما قلنا بنسطب كلمة does بتقول لي خد الفعل خلاص ويزود له is يبقى هنقول he comes from اي جبت طب كده بقى بعد معرفنا شكل المضارع البسيط في الجملة العادية نشوف بقى شكل المضارع البسيط في صيغة الباسف طب احنا قلنا اولا ان صيغة الباسف لازم الجملة هتبدأ بمين بي object اللي هو مفعول يبقى ترتيب الجملة في صيغة الباسف هيبدأ ازاي هبدأ بالمفعول تمام بعد المفعول بنحط حاجة من تلاتة يا ام يا از يا كلمة ار والاهم بعد ام او از او ار هجيب حاجة اسمها البي بي او الباست بارتصبه اللي هو تصريب ايه تالت للفعل وحاجة اسمها باي والفعل دي هات خطوة اختيارية نمكن نحطها او ما حطهاش هاي تاني يبقى هبدأ بمين مفعول وحط بعد المفعول يا ام يا از يا ار واجيب تصريب ايه تالت للفعل طب حد يقول لي ام و از و ار اهم حطتهم التلاتة مع بعض لا على حسب المفعول لو المفعول ده كان كلمة اي يبقى نحط كلمة ام حد شاطر بيقول لي انا استنتج اللي بعده بجيب كلمة از دهيت لو كان المفعول ها صح برافو عليك مفرد طب مين شاطر يا استنتج بجيب كلمة ار امتى صح كده لو كان المفعول دوت ايه جمع يبقى المفعول اي هيقول ام مفعول مفرد هقول كلمة از مفعول جمع يبقى هجيب كلمة R والاهم بعد M is R هجيب تصريف A تالت للفعل وطبعا كنا خدناه في الترم الأولاني مع زمن مضارقة التام وحافظنا بقى معظم التصريفات التالتة طب نشوف كده مثال وازاي نحول من مبنى المعلوم لمبنى المجهول نبص كده على المثال ده دي جملة عادية بدأ فاعل وفاعل ومفعول اللي هو كلمة A طب الزمن هناك كلمة visit ده مضارقة A بسيط لما نجي نحول الجملة دي تبقى للشكل ده نمشي خطوة خطوة هنبدأ بالمفعول اللي هو مين ايجبت اهي ادي كلمة ايجبت خلص خلصنا المفعول بنحط يقام يا ايز يمين حد شاطر قال لي ايز هيت عشان كلمة ايجبت مفرد شطار جدا وتصريف تالت من visit يبقى كلمة ايه visited والخطوة دي اللي هي كلمة by tourist ممكن طبعا نحطها او ما نحطهاش يبقى هنا ايجبت is visited by tourist طب نشوف الجملة التانية الاول الفعل مين علي شطار الفعل مين منز زمانها مضارع ولا ماضي لا مضارع فيها اس وكلمة كارز مفعول مين شاطر شايف ناس هيت شطرة عايزة تجاوب هنبدأ بالمفعول اللي هو مين كارز كارز يتاخد is ولا ار تصريف تالت من مند يبقى كلمة ايه ونحط مين ونحط علي يبقى كارز ار مند باي علي يبقى دي صغط المبنى المجهول او الباسف في المضارع الايه البسيط طب مين بطل عايزة خلي كلمة ار دي كلمة is ها حد شاطر هيقول لي هقول وحط كلمة ذا كار لما نجي نبدأ هنقول ذا كار مفرد يبقى تاخد ايه is برافو عليك اجابة صحية طب نروح للنقطة التانية قال لي في حالة النفي النفي بقى في المضارع في المبنى للمجهول قال لي بحط كلمة not طب بحطها فين بعد am او is او are بمعنى ايه نبص كده على الشكل هنبدأ بمين بمفعول واتفقنا بعده يا am يا is يا مين يا are لو الجملة منفية هنزود كلمة not ونجيب بعدها التصريف التالت اللي ايه للفعل طب بمعنى ايه لو قلت زي don't use mobiles ها الفعل مين زي الفعل هنا على بعضه كلمة don't use مصبت ولا منفي لا منفي والمفعول هنا كلمة ايه mobiles طب لما نيجي نطبق القاعدة سهلة خالص هنبدأ بمفعول بدأنا بكلمة mobiles aren't ايه ده ما جبناش هنا كلمة don't لايه خلي بالي لا don't وdoesn't مش بيرجعوا في صغة المبنى المجهول بنعوض عنهم بam وis وار ونزود بعدهم كلمة ايه not يبقى mobiles aren't used buy ونحط كلمة zim طبعا هنعرف بقى هنا ان كلمة buy بجيب بعدها المفعول من الفعل اللي عندي زي تبقى كلمة zim على طول طب مثال تاني للتوضيح لو قلت she doesn't cook meet ها الفعل مين she صح والنفي هنا doesn't cook واجاب للمفعول كلمة meet الاول الجملة دي مزبطة ولا منفية ها لأ منفية طب فهمت ايه لما قولك الجملة دي اتمنفية وحولها لي الى باسف هتقول لي ان انا بحط كلمة not ثين بعد am او is او كلمة are صح جدا طب نشوف بقى كده المفعول مين meet طب meet دي اتخدناها اسم لا يعدي بقى تاخد is ولا are is جبنا كلمة not ليه عشان الجملة مانفية وتصريف تاني يبقى كلمة cook the buy her buy دايما اجيب بعدها المفعول من الفعل هنا كلمة she يبقى المفعول منها كلمة ايه كلمة her على طول طب نروح بعد كده لحالة السؤال نركز بقى عشان نشوف السؤال في المبني المجهول بيكون عامل ازاي في حالة السؤال بمعنى هل يبقى هنبدأ بام او is او are حد شاطر يقول لي هل هتختلف لا هقول له نفس الكلام على حسب المفعول لو المفعول ده مفرد يبقى هنبدأ بكلمة is لو جمع يبقى هنبدأ بكلمة ايه are وهنجيب المفعول وتصريف تالت للايه للفعل بنفس الفكرة they speak english هنا الفعل المساعد كلمة do ده السؤال العادي الفعل هنا كلمة they و speak الفعل والمفعول كلمة english اللي همني في الشكل ده كله كلمتين الفعل والمفعول تمام المفعول هنا كلمة english ها مفرد ولا جمع؟ لا مفرد يبقى هنبدأ بمين؟ ب is ونحط المفعول يبقى كلمة english وتصريف تالت من speak يبقى كلمة spoken ممكن نكتفي لحد هنا بالحل ونحط علامة استفهام او نكمل buy them طب معنى كده انت عايز تقول ان كلمة do هل ممكن ترجع؟ لا زي ازي كلمة don't و doesn't يبقى do و does مش بيرجعوا في صيغة المبني للمجهول طب نشوف مثال تاني للتوضيح وعايز بقى حد الاول يقسم لك جملة كده بولي does قلي play games اه ده سؤالها بدأ بمين does الفعل مين علي اللي همني حاجتين الفعل play والمفعول كلمة games طب احنا عارفين دايما المفعول بقى اللي هو بيجي بعد الفعل طب كلمة games ديت مفرد ولا جمع ها لا ده ديت جمع يبقى تاخد is ولا r يبقى نبدأ بكلمة r يبقى r games تصريف تالت من play يبقى كلمة played by ونحط مين ونحط علي على طول يبقى تاني شكل السؤال ها بنبدأ bm او is او r وفي الغالب في معظم الاسئلة بيكون يا is ya r حسب المفعول وتصريف تالت للايه لي الفع طب نروح لي السؤال اللي هيبدأ بيه كلمة استفهام او اداة استفهام نفس الشكل بس بنبدأ بيه اداة الاستفهام يبقى هنبدأ بيه اداة الاستفهام زي ما هي ونحط يقام يا is ya r عرفنا امتى وبعدها المفعول وتصريف تالت للايه للفعل طب بولي where do we make cars اه ادي where الفعل مساعد do يبقى هاشطوب ومش محتاجه وي مش محتاجها اللي هيمنى بقى هنا اداة استفهام هترجع زي ما هي الفعل make والمفعول كلمة cars cars دي مفرد ولا جام جام تاخد is ولا r تاخد كلمة r تصريف تالت من make يبقى كلمة made طب نشوف الترتيب نزل لكلمة الاستفهام ادي كلمة ايه where حطيلي يا ام يا is ya r حطينا كلمة r ليه r ها هل عشان كلمة we لأ سامح حد بقولي لأ انا مجيبتش اقرب مش عشان كلمة we ده انا جايبها عشان كلمة cars تمام يبقى where are cars وتصريف تالت كلمة ايه made على طول طب نشوف مثال تاني بقولي how does she make تي ها من بقى شاطر يحط لنا كده الشرح قبل ما نكمل ها طب سامح حد بيقولي how اداة استفهام هترجع زي ما هي مش محتاج لكلمة does ولا كلمة she كلمة make ديت تصريف تالت منها كلمة made ماش وتي هنا المفعول يبقى نزل لكلمة ها وها هات لفعل مساعد جبنا كلمة is اللي جبت كلمة is حد بيقولي عشان كلمة she لأ غلط من يرد عليه اه عشان كلمة t مفرد يبقى ها وز تي ها جبنا كلمة made منين تصريف تالت من كلمة make يبقى ها وز تي ونحط كلمة made على طول موضوع بسيط جدا اهم حاجة اعرف ان في حالة الجملة العادية هبدأ بمفعول خلاص بصغط البسف طبعا مفعول ونحط يا ام يا از يا ار وتصريف تالت طب لو ما نجي نحول لسؤال بفعل مساعد يبقى هنبدأ بام او از او ار وبعضه المفعول وتصريف تالت للفعل طب لو سؤال بدء بأداة استفهام نحط أداة الاستفهام ونحط بعدها يا ام يا از يا ار والمفعول وتصريف تالت للايه للفعل حد شاطر يقول لي انت نسيت نقطة ايه هي برافو عليك صح ان في حالة النفي بنحط كلمة نط بعد ام او از او كلمة ار نروح بعد كده لنفس الكلام هنطبقه على الباص الماضي البسيط طب الاول نفتكر ايه هو الماضي البسيط قبل ما نشوف صغط البسف بتاعته عرفنا ان الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل يعني الفعل زائد او اي دي او اي اي دي او في افعال شاز لما نقول زي بلايد فوتبول يستردي هنا جملة عادية فاعل وفاعل ومفعول هنا برضو فاعل وفاعل ومفعول لسه كده ما رحناش بقى لصغط البس في الماضي الاول نفتكر يعني ايه الماضي طب عرفنا بحالة نفي الماضي باستخدم كلمة didn't وقلنا كلمة didn't ديت هجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات تمام لو قلت زي didn't go to aswan in 2020 يبقى ديت والمصدر يبقى ديت والمصدر يبقى ديت والمصدر يبقى ديت والمصدر he didn't write زا ايميل last week يبقى دي كلمة didn't write زا ايميل هيت last week حد يقول استنى انت عندك كلمة last week هايت ما جيبتش كلمة روت ليه من يرد عليه صح عشان كلمة didn't دايما كلمة didn't هجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات طب في حالة السؤال بمعنى هل يبقى هنبدأ بكلمة did واجيب بعدها الفاعل واجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات لو قلت did he swim in the sea لما نجاوب اجابة كاملة بنشطب did والفعل بنحاوله لماضي يبقى yes he swim in the sea او no he didn't swim in the sea طب مثال تاني did they find the money ها حد يقول استنى بقى انت غلطت ها ازاي جايب لكلمة did وجايب له find اخير ها دي هقول لك لا ديت فاعل عادي اخره find الماضي منها كلمة found اللي بعدها yes they found the money او no they didn't find the money طب في حالة السؤال بمعنى اداة استفهام يبقى بنجيب قليل استفهام ونحط كلمة did وفاعل برضو مصدر بدون اي اضافة لو قلت how did they go to school يبقى لما نجاوب بنشطب how did نبدأ بالفعل زي go to او انت عشان شطبنا كلمة did يبقى زي go to school on foot يبقى راحوا على الاقدام كده عرفنا الماضي البسيط في اثبات ونفي وسؤال طب شكل بقى الماضي البسيط في المبنى المجهول فاكرين نفس الكلام اللي قلناه في المضارع هنقوله في الماضي بس يحصل تغيير بسيط هنبدأ الجملة بمين ها بمفعول شطار هناك كنا بنبدأ بمين ها حد فاكر اه بام واز واربع دي المفعول طب هنا بتكلم على مضارع ولا ماضي لا على ماضي يبقى هنجيب مين او مين ووز او وار وبعدها برضو التصريف التالت للايه للفعل والخطوة دي باي زائد الفعل طب سؤال انت عندك مفعول ماشي هتحط بعضه يا وز يا مين يا وار ها حد فاكر انا عايز اقول ايه اه صح هتقول لي انت عايز تقول ان لو المفعول ده مفرد ناخد كلمة وز برافو طب لو المفعول ده جامع ناخد كلمة ايه دي جملة عادية في الماضي اللي عرفك ان هي جملة في الماضي كلمة بوت ماشي هنبدأ بمين بشي دي الفاعل وبوت الفعل المفعول كلمة اللي هي التزاكر طب طب بقى التحويل على الجملة دي هبدأ بزا تيكتس اها كلمة تيكتس هنا مفرد ولا جامع جامع يبقى تاخد وز ولا وار لا تاخد كلمة وار تصريف تالت من كلمة بوت هي هي كلمة بوت ونحط كلمة باي هير حد دلوقتي بقى هيسأل سؤال ويقول لي طب استنى بقى مش انت قلت لما يكون المفعول دو تجمع اجيب كلمة ار اه طب انت كده لغبطنا انت جبت هنا كلمة وير ليه مجيبناش ار ها من بطل هيرد عليه انا بجيب ار او وير يعني مضارع او ماضي على حسب الفعل اللي عندك انت عندك هنا كلمة ايه بوت اه بوت هنا انا بكلم على مضارع ولا ماضي كلم على ماضي يبقى نحط كلمة وير على طول وده هنشوفه فيه الحل ان شاء الله طب نروح لمسالتان بولي زي sold يعني باعوا زي هاوس ها الفعل مين زي الفعل هنا sold الماضي من كلمة sell والمفعول زي ايه زي هاوس ها من بطل قبل ما نكمل كلامنا يحلها كده قدامي اه هبدأ بالمفعول اللي هو زي هاوس حلوة او ادي كلمة زي هاوس يا مستر اقوم حاطت كلمة از عشان هاوس مفرد هقول لك لا ليه هنحط ووز اشمعنا ووز وليه مش از عشان الفعل هنا ايه ماضي اتحفظت بقى كده خلاص يبقى زي هاوس ووز sold باي ونحط كلمة زيم قلنا دقيقة اختيارية باي زيم ممكن نحطها او ما نحطها طب نروح في حالة النفي حد يقول لي بقى استنى قبل ما تشرح انا هستنتج القعدة ديت انت خدتنا هناك في المضارع وقلنا في حالة النفي بنحط كلمة نط بعد am او از او ار انا هقول لك بقى القعدة هيت قبل ما انت تقولها او قبل ما نشوفها في الفيديو طب قول ها اه صح هحط كلمة نط برافو فين بعد شاطر بعد مين وزو وير برافو عليك صح يبقى بنحط كلمة نط برضو بعد وز او مين او كلمة وير طب شكل الجملة هيكون ازاي في النفي في الماضي هنبدأ بمين بمفعول ماشي ونحط وز او وير اعرفنا زودنا هنا كلمة ايه نط يبقى فهمت هنا ان الجملة مزبطة ولا منفية لا جملة منفية ونكمل تصريف ايه تالت وباي وي الفعل طب نطبق كده زي didn't write زي email ها سمح حد شاطر او بيقول لي اول حاجة مش محتاجها في الجملة ديت كلمة didn't هقول له صح كلمة didn't ما بيجيش في المبني للمجهول زي زي don't ومين وdoesn't طب برافو عليك الفعل زي والفعل didn't write والمفعول زي email حاول يلا هنبدأ بمين زي email تمام مفرد ولا جام مفرد يبقى تاخد كلمة wasn't يا مستر خليها ووز بس لا wasn't ليه عشان الجملة كاتمان فيه وتصريف تالت من write يبقى كلمة written by them طب اللي بعدها جملة مزبطة لمنفية من في هحط كلمة تمام بعد مين وزو يبقى هنقول المفعول جامع يبقى تاخد كلمة تصريف تالت يبقى كلمة ووشت ونحط كلمة على طول طب نروح في حالة السؤال السؤال يبقى هبدأ بفعل مساعد هنا دايما في المبني المجهول في الماضي هيكون كلمة من اتنين يا وز يمين يا كلمة تمام يبقى وزو والمفعول وتصريف تالت للفعل هل محتاج كلمة لأ علي مش لازم قوي اللي يهمني برضو كلمتين الفعل وزا بوكس المفعول يبقى هنبدأ بي وير ايه ده وير فين طب نطبق القعدة يا وز يا وير جبنا وير انت بتقول وز وير بمزاجك لا على حسب المفعول كلمة زا بوكس هنا مفرضة لجامع جامع يبقى هنقول وير زا بوكس ونحط تصريف تالت من يبقى كلمة فا ويند باي علي او لأ مش محتاجها مش هتفرق معايا كتير طب سؤال تاني ها اللي يهمني المفعول اللي هو لانش والفعل اللي هو كلمة ايه كوك الزمن هنا مضارع ولا ماضي لا زمن ماضي من كلمة دد هنبدأ بالمفعول ولا نبدأ بوز لا نبدأ بوز لان ده سؤال يبقى وز ونحط كلمة لانش ونحط تصريف تالت كلمة ايه كوكد باي ونحط كلمة هير على طول طب نروح لو السؤال بادئ بأداة او كلمة استفهام نفس الكلام اللي قلناه هنبدأ هنا بكلمة استفهام بس هنحط وز او ور عشان بنتكلم على ماضي ونحط المفعول وتصريف تالت لي الفعل طب لما نيجي كده نحول واحدة واحدة ونشوف عشان نختار صح هل محتاج كلمة دد لا اللي يهمني الفعل باي واللي يهمني المفعول اللي هو كلمة يبقى هنبدأ بكلمة ور رجحها زي ما هي جبت كلمة ور دي منين ها سامح حد شاطر بقول لي خلاص فيهمتها عشان المفعول هنا كلمة يبقى وير ونحط الصيف تالت كلمة على طول طب how did you win the prize يا طرق كسبت الجايزة ازاي يبقى هنا هنقول how ونحط was جبت was ليه مش is الاول عشان الزمن ماضي طب تمام طب جبت ليه was ما جبتش كلمة where عشان المفعول the prize اسم ايه مفرد يبقى how was the prize ونحط كلمة one اللي يتصريف تالت من كلمة when نلخص صيغة البسب اللي هي المبني للمعلوم والمبني للمجهول في الماضي في الشكل الآتي بنبدأ بمفعول في المضارع بنحط ya am ya is ya r وتصريف تالت طب الماضي مفعول was aware وتصريف تالت طب في زمنين في حالة النفي بنحط كلمة not يبقى مفعول وام is are was aware ونط وتصريف تالت للفعل بربع عليكم طب السؤال يبقى هنبدأ بالفعل مساعد يا am ya is ya r في المضارع was aware في الماضي ونجيب بعضهم المفعول وتصريف تالت للفعل طب الشكل دوت لو زودنا عليه في الاول قد استفهام يبقى ده سؤال بدء بقى داد ايه استفهام طب بعد ما شفنا بقى الشرح نطبق على التمارين والتمارين ديت اهم حاجة طبعا احنا عارفين بقى كطلب التالت اعدادي ان السؤال الاهم بالنسبة لنا الخاص بالجرامر هو هيكون سؤال التصحيح او الكمبيليت اللي هو تصحيح الكلمة اللي بين الاقوص وطبعا الاختيارات هتيجي في السؤال التاني في الامتحان زي ما احنا عارفين هيجيب لجملة واحدة بس جرامر الاول بقى نطبق على السؤال دوت اهم حاجة نحدد هل الجملة بدأ بفاعل ولا بدأ بمفعول اتنين الزمن هل الزمن دوت مضارع ولا ماضي طب يا مستر بعد كل اللي انت قلته دوت انا احدد ازاي اذا كان ده فاعل ولا مفعول سؤال حل نبص على بداية الجملة لو اللي انا بدأ بالجملة يقدر هو اللي يعمل الشيء بنفسه يبقى ده فاعل لو مش هو اللي بيعمل الشيء بنفسه يبقى هو ده المفعول تاني نقطة ديت عشان ديت هتحللك معظم الجمل في السؤال ده لو البداية بتاع الجملة نشوف البداية ده هل هو فاعل ولا مفعول لو هو اللي بيعمل الشيء بنفسه يبقى فاعل لو مش هو اللي بيقدر يعمل الشيء بنفسه يبقى مفعول على طول بمعنى ايه نطبق كده على اول جملة السؤال الاول بيقول ركز بقى ايجبت مصر هل هي اللي بتزور لا ده السياح هم اللي بيزوروا مصر يبقى هناك كلمة ايجبت تعتبر اوبجيكت مفعول يبقى ايجبت ايز يبقى انا محتاج تصفيف تالت مش اين جي يبقى ايز وهنحط تصفيف تالت يبقى كلمة الاجابة طب العربيات بدين ايز ميد ان كايرو ها العربيات دي هل هي اللي تصنع نفسها لا يبقى هنا صغة مبنية للمجهول مفرد ولا جم جمع يبقى ايز هتكون كلمة ايه كلمة ار على طول هتقول لي يا مستر طب ليه ما قلناش هنا كلمة وير ما انت قلتنا مع الجامعة ممكن نجيب كلمة وير بس هنا ما فيش علامة تدل على ايه ماضي يبقى هنجيب كلمة ار على طول طب بولزا ناشنال بارك اللي هي الحديقة القومية از سبيس وبديني سراويند باي جراس لاند اه طبعا كلمة ناشنال بارك اللي هي اكتر معنى حديقة او محميقة او كلام طب بعد كلمة از اتفقنا اوت هنجيب اين جي ولا تصريف تالت لا هنجيب تصريف تالت عشان مش الحديقة هي اللي هتحيت نفسها طب حد يقولي طب ما هي كده صح هي هات سراويند ما هو فعل از وتصريف تالت لا ده كلمة سراويند ديت زي ديت تعتبر مصدر الماضي وتصريف تالت منها يبقى كلمة ها سراويندد السؤال اللي بعده هندردز اوف فوسيلز اللي هي الحفريات وير خلاص تصريف تالت طب هنا كلمة فوسيلز للحفريات هاي او هل هي اللي هتجد نفسها لا يبقى وير محتاج تصريف تالت من فايند برضو ده فعل شاز يبقى هنحط كلمة فاوند ات ووز سبيس ديسكاور زات زي بلونج تو دا سيم فاميلي هنبدأ بكلمة ايه ات يبقى اكيد مش الفعل هو اللي هيعمل نفسه يبقى بعد كلمة وز محتاج ايه تصريف تالت للفعل من ديسكاور يبقى كلمة ديسكاور التصريف التالت طب اللي بعده بيقول ديد لانش كوكد باي هير يستر دي هادقول ايه يا مستر ما هو كده السؤال صحة يستر دي فجبنا كلمة ديد بس اخد بالك جاي بعد كلمة ديد فاعل ولا مفعول طب استنى كده لا دا جاي كلمة لانش الغده هل الغده هو اللي هيطبخ نفسه لا يبقى مبني للمجهول طب مبني المجهول في السؤال مع الماضي يبقى هنجيب يا وز يمين يا وير برافو طب لانش مفرد ولا جام لا مفرد يبقى هنحط كلمة وز على طول نخلي الدابليو كابيتل يبقى وز لانش كوكد باي هير يستر دي هلينفع كلمة از برغم ان لانش مفرد لا ما تنفعش عشان صح يستر دي طب وير دو موبايل زي ميد اه طب نركز بقى جاب لي هنا وير قد استفهام فعل مساعد طب انت جبت دو هيت طب هل دو غلط هنا ليه لان جاب لي موبايلز للموبايلات هنا فاعل ولا مفعول اسأل نفسك هل هي اللي بتصنع نفسها لا يبقى مفعول طب هنا يبقى كلمة دو يبقى بيتكلم على ايه مضارع يبقى في حالة المضارع بنحط الفعل مساعد يا ام يا از يا ار موبايلز ايه جامع ده عربي هل هو اللي بيكلم نفسه لا يبقى صغط مبني المجهول خد بالك الجملة مزبطة ولا منفية آه ده جملة منفية طب عربيك مفرد يبقى نحط كلمة از طب كده الحل صح لا يا مستر ده الجملة منفية يبقى تزود برافو نط قلنا في حالة نافية بنحط كلمة نط بعد ام او از او ار طب يعني في كل انحاء العالم حد بقى يقول لي استنى الجملة صح هيت احنا خدنا از بجيب بعدها فعلي في اين جي كلامك صح ده لو كانت الجملة بدأة فاعل نعم الجملة هنا بدأة بفوتبول مفعول يبقى هيتجيب بعد من اه بعد از ايه ها تصريب ثالث يبقى كلمة play it اوكي سلمة didn't see buy her friends at school last week الجملة دي بقى ديت المسابقة بتاعتنا النهاردة في الفيديو دوت البطل اللي هيقول لي الجملة دي حلها هيكون ايه في التعليقات البطل اللي هيقول الحل بتاع الجملة ديت في التعليقات وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هحط اسمه في بداية الفيديو وشكر خاص ليه بس بشارت نجيب الاجابة صح نرى الجملة تاني سلمة didn't see buy her friends at school last week هسهلها لكم خالص مفتاح الجملة دي كلمة seen البطل اللي هيحل الجملة رقم عشرة ديت والجايزة بتاعته ان شاء الله اسمه هينزل في بداية الفيديو اللي جاي ان شاء الله ها اقرها تاني سلمة didn't seen buy her friends at school last week نروح لقى بعض جمل الاختيارات اللي هتساعدنا ان شاء الله في حل السؤال التاني في الامتحان زي ما اتفقنا طبعا في النظام الجديد هيجيب لي السؤال التاني اللي هو سؤال اا اكمل بكلمة هيجيب لي سؤال طبعا على الجرامر لو جاب لي بقى اا صيغة السؤال دوة يبقى احنا فاهمين برضو بنتعامل معاه ازاي السؤال اللي اول بيقول books اللي هي الكتب space of paper اسأل نفسك books هل الكتب هي اللي بتصنع نفسها لا يبقى دي سيغة مبني للمجهول يبقى انت محتاج يا ام يا ازي ار يا وزي وير وتصريف تالت للايه للفعل كلمة books هنا مفرض ولا جمع لا جمع يبقى محتاج كلمة عندك ار ميد و ار ميكينج اتفقنا طبعا ما الجملة هنا مبني المجهول يبقى ار ميد على طول طب اللي بعدها ار زا ايميلز ادي ار وجاب لي ايميلز ليه الايميلات هل الايميلات هي اللي هتبعت نفسها قالك لا space باي هالا يبقى معا كلمة ار هنا محتاج ايه تصريف تالت للفعل من send يبقى كلمة sent على طول طبعا ده pyramids طبعا مفروض تبقى كلمة زا مزاي ده pyramids space by the ancient Egyptians لما القدماء المصريين الاول pyramids مفرض ولا جمع لا جمع يبقى الجمع يبقى ياخد في المبني المجهول يا are يا where مفيش غير كلمة where يبقى هنحط كلمة where built على طول the book is based written by her كلمة book مفرض ولا جمع لا مفرض يبقى هنا هنختار كلمة isn't طب سؤال ليه مش كلمة doesn't ها حد يقول لي لسببين اتنين اولا doesn't ما نفعش هجيب بعدها تصريف تالت للفعل صح وتاني سبب ان كلمة doesn't ما بيجيش في صغة المبني للمجهول طب ايه اللي عرفك ان ديت اصلا صغة مبني المجهول هتقول لي كلمة book اللي هو الكتاب مش هيكتب نفسه او مش هيقلف نفسه كلمة zoo وجاب لك كلمة is يبقى انت محتاج تصريف ايه تالت للفعل يبقى نحط على طول كلمة visited بعد ما شفنا الشرح وبعد ما شفنا الحل ويه التطبيق عليه في سؤالين لاختيارات وسؤال التصحيح نحط برضو ملخص عام للصيغة بتاعة المبني المجهول في المدارة والموضع في حالة الجملة بنبدأ بمفعول وبعد المفعول بنحط وتصريف تالت للفعل لما نقول اللي جبنا هنا كلمة is حد يقول لي عشان في حالة النفي بنحط مفعول وام واز وار ونزود كلمة not وبعدها تصريف تالت للفعل حد يقول لي ده ريد هي ما جبتاش تصريف تالت ليه هقول لك لا الفعل ريد 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 زي ما هو طب في حالة الاستفهام بمعنى هل بنبدأ بام او از او ار ومفعول وتصريف تالت للفعل لما نقول طب لو السؤال بدأ بالاستفهام نفس الشكل ده بس هنحط في الاول اداة استفهام ده ملخص المدارة طب ملخص الماضي سمع حد شاطره يقول لي الملخص انا عرفته واقدر اقوله لوحدي في حالة الجملة بنبدأ بمفعول ونحط وز او ور وتصريف تالت يبقى زي طب في حالة النفي بنحط not بعد وز او وير يبقى مفعول ووز او وير ونط وتصريف تالت للفعل يبقى نقول حالة الاستفهام يبقى ووز او وير ومفعول وتصريف تالت للفعل قلنا ووز لو المفعول ده مفرد وير لو المفعول ده جمع ونحط تصريف تالت للفعل يبقى ووز زا ايميل ونحط كلمة زم طبعا زي ما اتفقنا ان شاء الله البطل بقى اللي هيحل السؤال رقم عشرة في سؤال التصحيح ان شاء الله اللي هيحله صح هيبقى اللوتة هنقى في بداية الفيديو القادم والاسم ان شاء الله هيكون مكتوب مع التهنئة انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح جرامر الوحدة التمنى لصف السالس الاعدادي المنهج الجديد الترم التاني